مرحبا فيكم حبابي برج الاسد. خلينا نشوف التوقعات. كيف الفترة رح تكون عاملة بشكل عام. خلينا نشوف طاقتك هاي الفترة اكتر شي على شو عم بتركز بافكارك بافعالك. واعت الحالة والله. نفس الورقة اللي قبل شوي. رح يكون اكتر شي العاطفة شغالة عندك. رح تكون فترة رومانسية بانتياز. في رجوع لشخص او خلينا نقول تطور في العلاقة العاطفية في امور رح ترجع لما جريها. في اكتر من امنية في الحب عم بتتير. في انتصار في هاي العلاقة. فهذا الكرت طلع لك عاطفي مع انه يعني عادة بطع بشكل عام. خلينا نشوف ازا التوقعات بشكل عام لهاي الفترة. لا الاسد. طبعا هاي قراءة عامة حبايبي ممكن تنطبق على اه جزء وجزء لا فعادي جدا ازا ما انطبقت عليك. حلو جدا الوراء وكتير عجبني. اه بالنسبة للشهر الماضي ما كان هالقد برج الاسد. لكن هاي الفترة انا شايفيتها رح تكون كتير حلوة. شايفي عندك اول شي تصفية حسابات في اول الايام من هاي الفترة. يعني يمكن تكون اول اسبوع من الفترة اللي قلنا عنها. رح تكون تصفية اه حسابات. في كان اه صراع اه بينك وبين اه اشخاص. ولكن عم بشوفك تكون عم بتكون صارم جدا مع هذا اه الشخص. اه عم بتعطيه اللي هو الدوى. يعني عم عم بتداوي بالطريقة بالتي هي احسن. خلينا نقول. اه عم تعطيه حجمه. عم تعطيه اه اللي بستاهل ومش اكتر. اه شايفي فيه تغير بشخصيتك يا برج الاسد. عم بتحاول تشتغل على نقاط الضعف اللي عندك اياها والطاقات السلبية لجواتك وعم بتحاول تغيرها. يعني كتير حلو انه اشوف هادا الاشي بالورق. نادرا ما بشوفه. انه عم بتحاول تغير بشخصيتك وعم تنجح. خاصة انه ورقة برجك يعني كمان مبينة. فكتير عم بشوف فيه فيه سعادة عجلة الحظ عم بتكون معاك هذا الشهر. في يعني استغلها ما بتعرف بالاشهر اللي بعدها شو رح يصير فاستغل هاي خلينا نقول عجلت الحظ عم بشوف كمان في هذا الكرت اللي هو عم بتلف اللفة عم حدث ظلمك انت عم تاخد حقك زي ما قولنا هنا في صراعات مع شخص ممكن يكون ظلمك نهاية العلاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية هذا الكرت طلع مقلوب من بعد ما انجرحت من اشخاص او من شخص تالت من طرف تالت كان داخل بالعلاقة العاطفية عم بشوفك عم بشوف هاي العلاقة منتهية او فيه انتصار عليها عم بشوف هنا كارما عم تاخد حقك اكتر شي ممكن يكون في العمل طبعا وعم تاخد حقك في اكتر من كرت يعني شوف كرتين فيهم جستس وكرتين فيهم كارما بالنسبة للطاقات قبل ما انسى اللي هي هوائية اكتريتها فيه نارية والله هوائية بانتياز وفيه مائية هوكي فيه ميزان بعدين مع الميزان عم يطلع لي كل شوي فيه اسد حبايبي فيه علاقة شوف ثلاثية مليون في المية رح تنتهي الكرتين طلعوا مقلوبين كروت العلاقات الثلاثية هذا الشخص الشخص الشريك او خلينا نقول الشريك عم بيكون عنده بعد نظر عم بيفكر بحياتكم بخلينا نقول بالخطوات القادمة هو ما اذا كنتوا انتم منفصلين او كذا ما عم بيفكر بصغائر الامور بالزعل بالبلوك بهاي الاشياء الفاضية هو عم بيفكر لا اكتر من هيك عم بيفكر للارتباط عم بيفكر حتى انه ممكن انه اتسافروا مع بعض عم بيختارك وبترك الطرف الثالث زي ما قلنا عم تنتهي عندك فترة الاحباط او الانطواء او الصراع النفسي عم بنشوف نجاح كتير من ناحية العمل نفس الشي قلنا هذا الكارمة او الحظ رح يشتغل كمان في العمل من بعد صراعات مع اشخاص يمكن من اطراف هوائية او مائية او نارية على الاخص نارية ممكن تكون عم بيكون نجاح عليها او انتصار على هدول الاشخاص شافة فيه شخص ممكن يتقرب منك اذا كنت اعزب هذا الشخص صفاته يعني خلينا نقول او متوسطة او بالبداية مش هداك الشخص اللي رح يعجبك لكن انا بحكي لك انه الشخص الجديد رح يدخل لحياتك هاي الفترة رح تكون رح يكون او خير لالك لانه هاي فترة كيف تقولك انه فترة خير بشكل عام لك وحظك حلو في هاي الفترة فاستغل هاي الفترة شايفة بعض الاشخاص عم بيصير عندهم زواج او الاشخاص المتباعدين او اللي على علاقة او حتى المطلقين شايف لهم رجوع شايفة فرحة شايفة حب حقيقي عم بيتتوج او بيترسم او بيتطور شايفة انه الشريك رح يحتاجك كتير بالفترة الجاي ما بعرف فيه ممكن ماديا يمكن عاطفيا تسانده عنده مشاكل كتير عم بتكون كتير مساند له وهو مساند لقراءة العاطفية حبايبي بتعرف انه ممكن تكون عكسية اذا اكتر اشي مسيطر على الاسد هاي الفترة الامور العاطفية وممكن يكون في عنده سفر بيين الاشخاص المصررين عالسفر لهم فترة عم بيين عندي الاسد بده سافر ففي هاي الفترة في فرصة حلوة للسفر او تخطيط او مراحل حلوة عم بتصير من ناحية السفر الناس اللي عندهم محاكم من برج الاسد عم بيصير في عندهم جوستس عم ياخدوا حقهم والكارما عم ترجع لهم خاصة المحاكم اللي فيها مال او حضانة اولاد خلينا نشوف اكتر عاطفيا لانه دايما بتحكولي بدنا شوي عاطفيا اكتر او طراءة عاطفية منفصلة رح احاول انه نعمل يعني عاطفية منفصلة شوف حبيبي برج الاسد عم بتكون كتير مبسوط نتيجة الامور اللي صارت في عندك يعني في امور رح تصير او احداث في العلاقة العاطفية رح تكون كتير مبسوط عم تتفرج عم تتفرج على اما طرف التالت او الانتصار على الطرف التالت لانه مبين عندي في رجوع اكيد وفي حتى الناس اللي موجودة مع بعضها من الاصل في تطور في المشاعر خلينا نقول او في العلاقة ولكن في طرف تالت عم بيكون مش متواجد ولكن عم بيراقب مش عاجبه هذا الطرف هذا الطرف التالت شايف الشريك طبعا بالعلاقات العاطفية بظلني ارجع اقول انه ممكن تكون عكسية الشخص انت او الشخص الاخر ممكن انه يعني شايفيتكم حتى التنين مندفعين ناحية بعض في نهاية لطرف ثالت ضدف لطرف ثالت مع انه عم بيحاول بيشتى الوسائل انه ينتصر ولكن شايفي نصر بهاي الفترة على هذا الطرف الثالث المال بيّن عنا حتى بالقراءة العاطفية فهذا بيكون في وفرة مالية حلوة كتير لبرج الاسد النساء من برج الاسد عم بشوف عملية تجميل عم بتمر على خير وعم بتكون ناجحة كتير في مال رح يجيك اما من ترقي في العمل او من عمل اضافي او حتى فرصة عمل جديدة هاي المشكلة اللي انا قلت عنها اللي رح تصير عند الطرف الثالث ورح تنتصر عليه فالطرف الثالث ما رح ينتهي بسهولة رح ينتهي نتيجة مشكلة كبيرة نتيجة موضوع كبير رح ينفضح رح فيه امور هو كان يعملها مبين هون امور ممكن تكون اعمال وشغلات هو السبب كان في خدلانك بالفترة الماضية او كان منتصر عليك والان انت عم تنتصر عليه شايفي اكتر شي شايفيتك منور مستشفي من الطاقات السلبية فرحان مبسوط منتصر هاي الفترة فكتير ورق حلولة برج الاسد ان شاء الله يرب انه ينطبق على اكبر عدد خلينا نشوف اذا في تحذيرات او شيء في هذا الوراء عم بشوفك عم بشوفك برج الاسد معاك مفتاح مفتاح بيت مفتاح قلب الحبيب في معاك مفتاح معين اما مسكن جديد انت رح تنتلكه انا اكتر بشوفه عاطفيا قلب الحبيب انت معاك المفتاح تبعه فمثل بيقولك ما تخاف الهواجس او المخاوف اللي عندك اياها كلياتها يعني تقليد مش اصلي فما تخاف انت يعني القلب الحبيب معاك وانت مالكه فما يعني ما تخاف من الامور اللي عم بتصير لانها امور مؤقتة خلينا نقول والحبيب شفته بالوراء عم بتغير عم بيحاول انه يوازن فلا شايف انه الامور العاطفية على اتم وجه كمان بالعمل الوراء كان حلو كان في انتصار فنكون متفائلين هاي الفترة لانه الاسد اللي هو فترة هو سوداوي شوي او متشائم خلينا نقول ومعاحق يعني هو من بداية السنة كانت تصير معا شغلات شوي متعبة طعنات من اشخاص بيقول لك حب حالك يا حبيبي بيقول لك انت بتستحق الافضل انت بتستحق افضل ما انت عليه يعني فقاط لحالك ايمة اهتم بحالك اكتر من جوة انا عم بقول من برا طبعا الاسد معروف بالتقلق والاناقة والكذا بس انا عم بقول من جوة من جوة اكترح بحالك مش الموضوع ما فيه انانية او كذا بيقول لك انت بتستحق الافضل اختار الاشخاص الافضل استغني عن الاشخاص اللي مش اللي هما سامين في حياتك فحاول تكون عقلاني شوي بكفي يعني نفكر كتير بقلبنا وننسى موضوع العقل افون اه في شخص عم بيرائبك كتير بشكل مش طبيعي بحب بشغف عم بيمثل انه هو ما بده ياك او بده يبعد او كذا بس هو عم بيرائب من ورا لورا فيعني شي كتير حلو بقول لك بقول لك انه هون انه كتير انت قوي وراح تكون قوي في الفترة الجاي رح تكون الامور زمامها في ايدك انت مش على العكس زي ما كانت بايد الاطراف الاخرى بهاي الفترة رح تكون بإيجاك 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 بإيجاك